اشتركوا في القناة إذ استخدم والتن حقه في حرية التعبير عن رأيه الذي كفلته التشريعات البريطانية وكذلك الحق الذي كفله القانون البريطاني لأي مواطن باعتقال أي مجرم في حالة عدم تواجد رجال الشرطة إذ حاول اعتقال الناطق باسم تحالف العدوان السعودي أحمد العسيري خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي لا يوجد هذه القانون في Yemen محلات المنزلات المنزلية مديراً في المتوقع لديه المفهولة بجانب الولاياتية والمعرفة في المترجمات والذي يتحدث أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب علي هذا الموال في يمن وأحاول لقائده المتطبع للجميع ولكني حددني أسرعة الهدى بالإنقاء التحقيقية في العالم نحيت معرفة حول الشيخ واحدة ومتطبعهم لقائده المتطبع لقائده المتطبع لأنه هو رقم بسرعات المتقبع وما يفعل ساود إرابيا في يمين يجراء قانوني لم تحاسبه السلطات البريطانية عليه بل إن الإعلام البريطاني صلت ضوءا كبيرا عليه في عقاب الحدث لكن هذا التصرف القانوني هو إرهابي بحسب وصف خارجية البحرين مما حدا بعضو البرلمان البريطاني اللورس كرايفين إلى مطالبة الخارجية البريطانية بالرد على الخارجية الخليفية هذا الوصف كشف طبيعة سلطات البحرين وكيفية استغلالها لقانون مكافحة الإرهاب لقمع الناشطين السياسين والحقوقيين عبر وصفهم بالإرهابيين بالرغم من أنهم لم يرتكبوا مثل سام وولتون أي جرم سوى ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير لقد أعطى السلطات آل خليفة بوصفها لوالتون بالإرهابي الدليل القاطع على بطلان اتهاماتها التي توجهها للناشطين وأن تعرفها للإرهاب بعيد كل البعد عن مفهومه الحقيقي الذي ينطبق على العديد من التكفيريين والمحرضين في البحرين لكنهم في منآ من الحساب والعقاب ومن هؤلاء المدعو خالد الخليفة الذي منفك يرهب الناشطين وعوائلهم